يستقطب معرض البحرين الدولي للحدائق هذا العام عددا من الشركات العالمية المتخصصة في مجال التقنيات الزراعية وذلك انطلاقا من أهداف المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي إضافة إلى احتضانه للعديد من المبادرات الزراعية ومن أبرزها الحديقة الحسية على مساحة تقدر بسبعة ألاف متر مربع أقيم معرض البحرين الدولي للحدائق الذي تحول إلى حديقة نموذجية توعوية ابتكارية بمشاركة 200 عارض من القطاع الخاص والعام تصورات المنص الرئيسة للمعرض والمجسدة لشعار هذا العام تضمنت التصاميم الموضوعة في إنشاء الحدائق المصغرة بطرق علمية يتكون جناحنا من الحدائق المصغرة المثالية التي تعتمد على أنظمة الرأي الحديثة بالإضافة إلى توفير مجسم يتناول الحديقة المثالية داخل أي منزل أنا شاركت ليونيدو على أساس أن هذه زراعة صحراوية وحطيت فيهم هذه الصبار الصبار حطيتها وشنو نستفيد من الصبار طبعا فهذه ما يبيلها عناية وايد ولا يبيلها ماي وايد فيسوونها مثل المنظر الرائع وخلونها نشكر صاحبة السمو الأميرة سبيكة غرينة عاهل البلاد المفدر رئيسة المجلس الأعلى لإقامة هذا المعرض الحدائق سنويا وهذا كله يصب في مصلحة جميع القطاعات المملكة ومشاركة جميع القطاعات هو تشجيع للتنمية الاقتصادية قدمنا مجموعة من الخدمات الزراعية منها الأشجار المثمرة أشجار الزهور هم الخدمات الزراعية التي هي تصميم الحدائق والاستشارات عندنا بعض الزوار كانوا يستشيرون المهندسين عندنا وأصحاب الخبرة عن شلون العناية بالزهور وشلون العناية بالأشجار الداخلية المعرض استقطب هذا العام عددا من الشركات من مختلف دول العالم لعرض أحدث الابتكارات والتصاميم والتقنيات الزراعية وزوار المعرض عبروا عن إعجابهم بهذه الابتكارات والتصاميم وأشادوا بالتطور الملحوظ في إبراز القطاع الزراعي تواجدنا في المعرض نحن جدا سعيدين بالتواجد هذا المعرض والإقبال جدا كثير والاهتمام الشعب البحريني في الزراعة العضوية جدا كثير مشاركتنا في معرض الحدائق عزيز من تخصصنا نحن خصوصا كطلبة جماعة البحرين ندرس تخصص أحياء هاي الشيء ساعد نحن نطلع معلومات أكثر ساعد نحن نساعد الناس اليوين ونزيدهم معلومات من المعلمات اللي هنا عندنا ما شاء الله المعرض جدا رائع يحوي أشياء كثيرة من الزهور وأنواع الأشجار وثمار وترتيب جدا طيب والعرض جدا رائع والله المعرض حلو وكل سنة يكون المواضع جميلة وحلوة ومفيدة بالذات المرة عن الحدائق الصغيرة ولأول مرة يحتضن المعرض حديقة حسية سممت خصيصا لزوار المعرض من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم تقديم نماذج لنباتات وعشاب عطرية وإضافة إلى منصات لمس ومنحوتات وعروض المياه التي تعتمد في تصميمها على الصوت والموسيقى سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين